موسيقى السلام عليكم شباب رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد عن التنين الصيني المرتقب الميت 30 برو بس هالمرة مرح نسولف عن ميزات جديدة بالتلفون لا هالمرة رح نسولف بس على الكاميرات الأسطورية ظلوا إيانا هواوي سجلت اليوم ترخيص النظامين بكاميراتها القادمة للميت 30 برو والمتابع يعرف ان هواوي بعالم كاميرات الأجهزة المحمولة تحقق تقدم وتطور مستمر وقوي جدا جبر كل الشركات الثانية من سامسونج وأبل تحاول تلحق بيها وتجاريها وآخر تقدم حقيقته كان بالP30 برو ونظام الهايبرد زوم للتقريب البصري لحد 10 اكس والخمسين اكس رقمي اللي حقق نتائج خرافية بتصوير الفوتو ما قدر أي تلفون يوصلها بالجودة والدق والميت 30 برو مو غيره هو مفخرة هواوي الحقيقية وهاي السنة خصوصا منتظر منه تحقيق عودة مدوية لهواوي لسوق التلفونات ولا المشاكل اللي صارت وهي امريكا المهم هواوي سجلت اسمي اللي انظمة كاميراتها الجديدة الاول هو سينما لنس والثاني هو كاميرا ماتريكس السينما لنس بحسب وثائق التسجيل هو نوعية كاميرات مخصصة لتصوير الفيديو بجودة سينمائية من ارقام ما يكون وهاي ما سبقتها بيها بالمحاولة بس الجي وما نشحت بيها بس هواوي ويا صديقتها الدائمة وحش العدسات لايك العلمانية الظاهر هاي المرة ناوية تنجح لو تتفوق بعد بهالمجال لانه بحسب الوثاء انه هواوي مخصصة كاميرا كاملة معدلة ومحورة لتصوير الفيديو خصوصا اثناء حركة الكاميرا او الهدف او كلاهما مع قدرة عالية جدا لمعالجة وتعديل البيانات سواء صوت او صورة او اضاءة وهاي الكاميرا رح تنضاف للخلطة مع الباقي العدسات الخاصة بالتصوير الفوتو وهي ثلاث كاميرات اساسية للتصوير العادي والالترا وايد والكاميرا زوم او التلفوتا لانس هاي عدم وتحسس التيو اف واكو خبر بس انا اعتقد ضعيف انه هواوي رح تلغي الهايبرد زوم رغم ما حققها من نجاح بالP30 برو واني استبعد هذا الشيء المهم نظام السينما لانس معتمد على عدسات لايكه لتصوير الفيديو وبجودة عالية ولايكه عدها للكاميرات السينماية سلسلة من العدسات الخاصة او السينيلانس وهي من الاغلى سعر والاعلى جودة بالعالم بس العدسات هواوي معدلتهم ومحاورتهم حتى توالم التليفون يعني الجودة المتوقعة للفيديو بالمي 30 برو رح تكون تاريخية وسباقة كاميرا ماتريكس او مصفوفة الكاميرات هو شكل وخوارزمية عمل منظومة الكاميرات الرباعية والمتحسسات اللي تعمل سوء بالمي 30 برو وبتنسيق عالي حتى تطيق صورة او فيديو باعلى جودة ممكنة هاي الخبرين رح تخلينا على نار ننتظر ونقارن جودة التصوير للعمالق المنتظرين النوت 10 من سامسونج والايفون 11 من ابل والهواوي معي 30 برو حتى نعرف من يصير ملك الهواتف بالتصوير فوتو وفيديو لهاي السنة واي واحد بهم رح يسبق الكل بفيقاته وجودة تصويره هذا كان كل ما عندنا اليوم اتمنى تشتركون اذا ما مشتركين وتسوون لايك للفيديو اذا عجبكم وتنطونا رأيكم بالسؤال التالي هل الكاميرا من الميزات اللي يتهمك بالتليفون واذا الكاميرا متهمك شون الميزة اللي تهمك اكثر من غيرها بالتليفون اردى اشوف رأيكم بالتعليقات في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة